السلام عليكم السلام عليكم هنفرقكم الطريقة زي شايفين بصوا لونها وجمالها لونها فتح وجميل ازاي طلعت تحفة ده ده ميت بلحة وميت بلحة ميت بلحة هنعملها سليمة وميت بلحة هنعملها مبشورة نبدأ بالنهي دي من دي حلوة دي نبدأ بالمربة النهي هنبدأ بالمربة السليمة لأنها هي سهلة في ثواني دي ميت بلحة والميت بلحة عليها كله سكر طبعا وخمس لامونات وجرونفل وسفندي لازم نجيب سفنديتين نقطحهم اربعة ونحطهم بيغلوا كده وبعد ما المربة تطيب نروح مطلعهم بيدوها نكهة جميلة السفندي المقطعا واللمون طبعا في الغلوتين الأخرانيين في الآخر خالص جاب لفضل بص يا غسلت البلح كويس ورحت حطي السلك سليم زي ما هو وأول ما يتيب يشجك كده هوت من الحروفي ببطاب والمية دي تتكب المية الحمرة بتاعته ده هيت تتكب بيتيب كويس بيقعد يجي ربع ساعة يتيب كويس على النار وطبه هو نشلت وكبت المية وهو حنطلع بجا النواية نقطع الجمع بتاع البلحة وبحرك السكينة كده تروح طلع النواية بصه ومنتهى السهولة مرة كنت عملت وحطيت سوداني السوداني بجا مندي كده العيل قالوا لأ ما تحطيش حاجة بجلبها يا ماما سيبيها كده بجيت نسيبها كده كنت نعني النواية ديت ونحط سوداني فالعيل قالوا لي لأ مش عاوزين سوداني سيبيها زي ما هي كده بصوا نقطع الجمع وبحرف السكينة نزجها تروح النواية تلع بصوا ومنتهى السهولة رح ريحة مطلع النواية اه في ثواني في ثواني ودا كيلو سكر اها ونحط علي كبايتين مية ونحط يغلي كده هوت وبعدين نشوفو هنريكم هنعمل كبايتين مية هو كبايتين مية ملحنة فيه المية بتاحته بتبه حمرة بنكبه مية البلح اللي طفي اللي نسلك فيها ونحطوها على النار تغلي غلوتين كده اه بس هو السكر احمر السكر احمر تغلي غلوتين كده بقى ونروح ريحين بقى حاتين حتى الجرونفول وحتى السفندي مجتعة اربعة اتنين سفنداية وهنفرقكم نعملوها ازاي دي اسهل مربة انا بنحبها واحنا بنحبوها كده اسمها مربة التلاجة اللي خش يفتح التلاجة ياخد واحدة ويأكل اه بص غلص سكر اهو بص السفندي اربعة يتحط بيعملو نكهة وريحة فظيعة جميلة وقال لي حطيته ده جرونفول بس كده ما يتحطلهاش اي حاجة تانية وقادي البلح اهو اللي انا مطلع النوى منه زي ما هو بصه السفندي ده بيديله نكهة ولما المربة تتيب نروح مطلعها السفندي ده هو الترامية بس بيديلها نكهة بجيت البلح بالفدي اهو وبتاعه تغلي على النار ساعة لربعة في الاول النار عالية وبجا في الاخر بجا ايه النار واتية كده ونجلب بالراحة واحدة واحدة بجا ايه هتغلي بجا الجرونفول والسفندي ده بيديوها نكهة وريحة جميلة وبدأت تغلي ها لسه كده هوت في نص التيابة ها بسه هي لسه بتغلي ها بسه لما البلحة تكرمش كده هوا الطبه هي طابي تنشف كده البلحة كده شوية و لسه شوية بتقعد ساعة إلا ربع في الاول نار هادية اه في الاول في الاول نار عالية وبعدين جاء في الاخر نار هادية هي وبنجلب برضو هي الميت بلحة عليهم كي السوق وسفنديتين هاو الباجينة في الاخرة هوا هبصوا خمس لمونات عصراهم بصوا ها بتحب مربط البلح بتحب لمون كتير خمس لمونات كبار عصراهم بص ها ومصفية البزر طبعة كده هوا الطابة ها يفضل بس غلوتين اللمون يتيب وتعجد وخلاص بص ها بتوب احلى مربط دي اسمها مربط ايه مربط التلاجة حتى الطبق كبير كده ابيض اللي يخش ياخد واحد اللي يخش ياخد اهي بس وغير اهي وطبق خلاص اهي بص عملت الرغوية الغلوة للمنظر بصوا لما تعمل الرغوة دي توب خلاص طابتة بصوا منتلعة السفن دي بقى خلاص لما تتيب نطلع عهو السفن دي هو بس بيديها نكهة فظيعة وجرنفل بس سفن دي وجرنفل ولمون خمس لمونات كبار كده هوت لان مربط البلح الوحيدة اللي بتحب بتحب لمون كتير بس سفن دي نشف ازاي بس النكهة روعة بسم الله ما شاء الله على جمال كل حاجة دي من عندي ملجنينة البلح ملجنينة والسفن دي واللمون الجرنفل بس اللي شاريات عاوزة نزلح شجرة جرنفل بسمة